استكمالاً للوحدة السادسة تخصيص التكاليف نلاحظ أن عملية تخصيص التكاليف غير المباشرة على المنتجات تتم من خلال خطوتين أساسيتين هما الخطوة الأولى تخصيص طبعاً كلمة تخصيص أو توزية التكاليف العامة أو من قصين المشتركة على جميع المراكز الخطوة الأولى تخصيص التكاليف العامة أو المشتركة على جميع المراكز سواء كانت مراكز إنتاج أو خدمات الخطوة الخطوة التانية اللي هي تخصيص تكاليف تخصيص مراكز الخدمات خدمات على مراكز الانتاج يبقى في الخطوة الاولى نضمن ان كل التكاليف العامة تدخل جوه مراكز تتجمع التكاليف كلها جوه مراكز في الخطوة التانية ناخد التكاليف اللي تجمعت في مراكز الخدمات ونوزها على مراكز اللي هي الانتاج من خلال الموضوعات التالية نبدأ بتخصيص التكاليف العامة او المشتركة على مراكز التكاليفة كلها سواء انتاج او خدمات عندي العملية دي تتطلب حاجتين تتطلب تحديد اساس التوزيع او التخصيص الملائم من خلال جدول تالي باول حاجة هنحدد اساس التوزيع الملائم تاني حاجة اجراء عمليات حسابية واجراء العمليات حسابية تحتاج مثال من خلال تناول مثال ناخد الجزئية دي الى اساس التوزيع او التخصيص الملائم امثلة على بعض عناصر التكاليف العامة او المشتركة وبعض الاسس المقترحة لتوزيعه بند التكاليفة المشترك او العام واساس التوزيع المقترح اللي هو الملائم لو انا عندي ايجار المصنع اوزعه على اساس المساحة يبقى اساس التوزيع هنا المساحة على افتراض اننا مأجر المصنع بالمراكز بتاعته اقسامه الانتاجية واقسامه الخدمية فشي طبيعي ان المركز اللي مساحته اكبر يتحمل تكلفة ايجار افضل يبقى من المنطقي ان ايجار المصنع يتم توزيعه بنسبة المساحة تكلفة الاضاءة والتهوية والتكييف فطورة الكهرباء نوزعها بنسبة ايه على اساس عدد المصابيح او المساحة الاولوية هنا العدد المصابيح على افتراض ان المركز اللي فيه لومد اكبر مصابيح اكتر هيستهلك اضاءة اكتر تب ما لقيتش عدد المصابيح اروح للمساحة يبقى مروحش للمساحة الا لما ملاقيش عدد المصابيح اهلاك مباني المصنع المساحة خلي بالك اي حاجة مرتبطة بالمباني من تأجير من اهلاك يبقى نستخدم لها نوزعها بنسبة المساحة طيب نفقات الصيانة عدد ساعات الصيانة في كل مركز او عدد ساعات دوراني الالات بكل مركز يبقى لو لايت كلمة ساعات الصيانة اخوتها ما لايتش كلمة ساعات الصيانة يبقى ساعات دوراني الالات القوى المحركة تكاليف القوى المحركة هنوزحها على المراكز على اساس ساعات دوراني الالات مرجحة بقوة الالات بالحصان كلمة مرجحة يعني اضربهم في بعض يعني اضرب ساعات دوراني الالات في قوة الالات بالحصان بس يكون اللي اتنين موجودين تاب ما لايتش قوة الالات بالحصان اخد ساعات دوراني الالات بس يبقى او دي ما روح لهاش الا لما ما لايش دولت يبقى لو لايت ساعات دوراني الالات وقوة الآلات بالحصان الاثنين أضربهم في بعض يبقى أستخدم أساس مرجح بينهم ما لقيتش قوة الآلات يبقى أخذ ساعات دوران الآلات بس طيب إهلاك الآلات والمعدات يبقى ساعات دوران الآلات أوزع تكلفة إهلاك الآلات والمعدات على أساس ساعات دوران الآلات التأمين على الآلات أوزع التأمين على الآلات على أساس قيمة الآلات بكل مركز تكليف الشراء هوزع تكليف الشراء على المراكز على أساس عدد أوامر الشراء نفقات العيادة الطبية توزع تكلفة نفقات العيادة الطبية بنسبة عدد العاملين بكل مركز نفترض أن في الشركات الكبيرة بتعمل عيادة طبية العيادة الطبية بيكون فيها تجهيزات وآلات طبية فيها أطباء فيها ممرضين كل ده بيسبب تكليف التكليف دي توزع على المراكز بنسبة عدد العاملين على افتراض أن المركز اللي فيه عدد عمر أكبر يستهلك نفقات من العيادة الطبية دي أكتر نفقات النشاط الاجتماعي أن بعض الشركات ممكن تعمل رحلة حج ورحلة عمرة لعامليها فتحمل تكليفها على المراكز ممكن تعمل لهم رحلات أخرى طرفيهية هذه النفقات تحمل على مركز شؤون العاملين مباشرة إذا كان معطى في التمرين هذا المركز لو معطى في التمرين مركز اسمه مركز شؤون العاملين يبقى نفقات النشاط الاجتماعي دي تتحمل على مركز شؤون العاملين تب ما كانش معطى حوزع نفقات النشاط الاجتماعي على المراكز على أساس عدد العاملين بكل مركز ترجمة نانسي قنقر